نبدأها مع مجلس الوزراء حيث يفتتح المهندس إبراهيم أحلب رئيس الوزراء اليوم خط إنتاج الألواح الشمسية الفوتوفولتية التابعة للهيئة العربية للتصنيع وذلك بحضور الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة وعدد من المسؤولين بها في مقر الشركة على طريق القاهرة السويس يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية كما وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال اجتماعه بمسؤولي معهد القلب على زيادة ميزانية العلاق بالمجان مطالبا بتخصيص أراضي جديدة لإنشاء فرع كبير للمعهد واستيعاب أعداد المرضى وتخفيض قوائم الانتظار وطلب محلب تصورا واضحا ومتكاملا لهذه الفكرة كما طلب بالبدء في حملة قومية للنهوض بمعهد القلب فيما طلب محلب عادل عدوي وزير الصحة بتكريم جميع العاملين في مستشفى التحرير العام في مبابا نظرا لزيارته المفاجئة للمستشفى يوم الخميس الماضي حيث وجد المستشفى في أفضل حال والعملين يؤدون واجبهم بحب وإخلاص ولازلنا مع رئيس الوزراء حيث يترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الاجتماع الشهري للمجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور عدد من الوزراء ويناقش الاجتماع ملف توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في جهاز الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات التابعة له ومتابعة الجديد في شأن توظيف خمسة ألف من ذوي الاحتياجات في جهاز الدولة الذي أعلن عنه مؤخرا حيث انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من استقبال أوراق الراغبين في شغل هذه الوظائف